أهلا بكم مجددا الآن سوف أتحدث عن مفهومي الشغل والطاقة وهتين الكلمتين أنا متأكدة من استعمالك لهما في حياتك اليومية وأنه يوجد لديك فكرة ماذا نعني بهما ربما ليس بالمفهوم الفيزيائي على الرغم أنه ليس هناك علاقة تماما إذن الشغل أنت تعرف ماذا نعني بالشغل الشغل Work الشغل عند قيامك بشيء ما تذهب للعمل وفي الفيزياء الشغل سوف أستخدم الكثير من الكلمات وإنها في نهاية الأمر نوع من التعميم عن التعريف ولكن أعتقد عندما تبدأ باستعمالها فإنك ستفهم أو ستتعرف على مفهوم الشغل وماذا نعني به الشغل هو عملية نقل الطاقة بواسطة القوة وسوف أكتب ذلك الطاقة المنقولة بواسطة القوة Energy Transferred ولقد حصلت على هذا التعريف من وكبيدا على تعريف سهل نسبيا الطاقة المنقولة بواسطة القوة By Force هذا يجعل المعنى منطقيا أكثر بعد ذلك نتسائل ما هي القوة أنت تعلم أن القوة هي الكتلة ضرب التسارع وما هي الطاقة لقد بحثت عن مفهوم الطاقة في الوكبيدا وقد وجدت أنها مسلية جدا وبالضبط أنها تخبرك تخبرك المفهوم الذي إنا استخدمه مع الشغل وما نعتقد أنه حركة وقوة وجميع أنواع الأشياء لكنها في الحقيقة ليست مفاهيم مستقلة حيث أن الوكبيدا تعرف الطاقة على أنها القدرة على عمل الشغل إذن يمكن استعمال كلا منهما لتعريف ذلك القدرة على عمل الشغل ability to do work وهو بصراحة هذا هو التعريف الجيد الذي يمكن أن أجده وبالتالي مع هذه الكلمات إنها من النوع التي لا تعطيك معلومات كثيرة وإنما تريد القيام به هو الذهاب إلى المعادلات وذلك سوف يعطيك شعور كمي عن ما الذي نعنيه بذلك التعريف إذن تعريف الشغل في الميكانيكا الشغل work الشغل يساوي القوة ضرب المسافة force force cross distance إذن دعني أقول يوجد لديك كتلة سوف أستعمل لون آخر الآن الأصفر قد يكون مملا لقد أضفت قوة مقدارها 10 نيوتن 10 نيوتن مقدار الكوة يساوي 10 نيوتن وهذه الكتلة تتحرك عند إضافة القوة 10 نيوتن تتحرك تتحرك لجهة اليمين إذن إذا حركت تلك الكتلة بهذه الجهة بمقدار 7 أمتار بمقدار 7 أمتار إذن الشغل الذي أضفته لتلك الكتلة أو طاقة التي نقلتها لتلك الكتلة إذن الشغل يساوي القوة والتي هي 10 نيوتن القوة والتي تساوي 10 نيوتن 10 نيوتن ضرب المسافة والتي هي 7 أمتار وهذا سوف يساوي 70 نيوتن في متر نيوتن ضرب متر إنها وحدة لوصف الشغل وحدة نيوتن في متر تعادل أيضا الوحد جول وسوف أفعل عرض تقديمي آخر عن هذه الوحدة لكن الجول هي وحدة الشغل وأيضا هي وحدة الطاقة إنها نوع من التحويل لأنك إذا بحثت عن التعريف في وكبيديا سوف تجد الشغل هو طاقة محولة بواسطة القوة إذن الطاقة هي القدرة على العمل الشغل إذن سوف أتركك مع هذا التعريف الدائري وحده الآن ولكن سوف أستعمل لهذا التعريف والذي أعتقد أنه سيساعدنا في فهم أنواع الشغل الذي نقوم به وبعدها ما هو نوع الطاقة التي في الواقع ننقلها للجسم عندما نفعل ذلك النوع من الشغل إذن دعني أقوم ببعض الأمثلة دعني أقول بأن لدي كتلة لدي كتلة لدي كتلة كتلتها أم كتلة مقدارها أم تبدأ من السكون وبعدها أضيف قوة إذن دعني أضيف قوة مقدارها أف لمسافة أعتقد أنك أعتقد أنك تعرف المسافة التي سوف أضيفها بـ D لمسافة مقدارها D إذن أدفع الكتلة بقوة مقدارها أف لمسافة مقدارها D وإن الذي أريد أن أجده هو الشغل ونحن نعرف من التعريف أن الشغل يساوي هذه القوة ضرب المسافة القوة التي أضفتها للكتلة أنا أدفع هذه الكتلة وماذا ستكون سرعة للكتلة هنا؟ حسنا إذن القوة تحرك الكتلة بسرعة ثابتة القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع إذن في الواقع سوف تتسارع الكتلة إذن على الرغم من أنها ساكنة هنا لكن في الوقت الذي تصل فيه إلى هذه النقطة الموجودة هنا فإن الكتلة يوجد لديها سرعة لكننا لا نعلم مقدارها لأننا نستعمل المتغيرات ونحن لا نستعمل أرقام ولكن دعني أجدها بدلالة V إذن إذا كنت تتذكر معادلات الحركة أو كنت لا تتذكرها فيجب عليك مراجعتها أو إذا لم تكن شاهدة الفيديوهات فإن العديد من الفيديوهات في قائمة تلفزياء عن حركة المقذفات والميكانيكا ولقد أوجدنا عندما يتسارع الجسم بالنسبة لمسافة فإن السرعة النهائية دعني أغير اللون بهدف التنويع السرعة النهائية إن مربع السرعة النهائية يساوي مربع السرعة الابتدائية زائد 2 ضرب التسارع ضرب المسافة وقد أثبتنا ذلك سابقا بالتالي لن أعيدها الآن في هذا الوضع ما هي السرعة النهائية السرعة الابتدائية ستكون صفر صحيح حيث أن المعادلة تصبح مربع السرعة النهائية تساوي 2 ضرب التسارع ضرب المسافة ضرب المسافة ويمكننا كتابة التسارع بدلالة بدلالة الكتلة والقوة صحيح ما هو التسارع؟ جيد القوة تساوي الكتلة ضرب التسارع الكتلة ضرب التسارع أو التسارع يساوي القوة مقصومة على الكتلة وبالتالي سنحصل على مربع السرعة النهائية وهذا سيساوي 2 ضرب ضرب القوة مقصومة على الكتلة ضرب المسافة وبعدها يمكننا أخذ الجذر التربيعي لكلاء الطرفين وسوف نحصل على السرعة النهائية لهذه الكتلة تساوي عند هذه النقطة تساوي الجذر التربيعي تساوي الجذر التربيعي لإثنان الجذر التربيعي لإثنان ضرب القوة ضرب المسافة مقصومة على الكتلة وهذه الطريقة التي يمكننا إيجادها وهناك شيء ممتع شيء ممتع فعلناه الآن هل رأيت شيئا يبدو كأنه جزء صغير مثل الشغل؟ حسنا بالتأكيد يوجد لدينا هذه القوة ضرب المسافة في هذه الصيغة والتي تمثل الشغل إذن القوة ضرب المسافة الموجودة هنا إذن دعنا نجد معادلة أخرى إذا كنا نعرف مقدار السرعة المعطى يمكننا إيجاد كم مقدار الشغل الذي يبذل للحصول على تلك السرعة الجيد يمكننا استبدال القوة ضرب المسافة بالشغل صحيح لأن الشغل يساوي القوة ضرب المسافة إذن لنذهب منباشرة إلى هذه المعادلة لأننا نريد تربيعها إذن سوف نحصل على السرعة النهائية تربيع وهذه تساوي 2 2 ضرب القوة ضرب المسافة والتي تساوي الشغل من التعريف هنا إذن 2 ضرب الشغل مقسوم على الكتلة مقسوم على الكتلة دعنا نضرب طرفي المعادلة بالكتلة وسوف نحصل على الكتلة ضرب السرعة النهائية يجب أن لا أكتب هذا لأننا نعلم أنها بدأت من السكون وتلك السرعة سوف تكون دعنا نسميها V فقط V إذن الكتلة ضرب مربع السرعة تساوي 2 ضرب الشغل ودعنا نقسم كلا الطرفين على 2 والشغل يساوي الكتلة ضرب الكتلة ضرب مربع السرعة على 2 وذلك بسبب قسمة كلا الطرفين على 2 وبالطبع الوحدة هنا هي الجول إذن هذا شيء ممتع الآن إذا كنت أو إذا كنت أعلم مقدار سرعة الجسم يمكنني إيجاد يمكنني إيجاد الشغل باستخدام هذه الصيغة والتي آمل أنها لم تكن معقدة عند الاشتقاق يمكننا أن نجد كم الشغل اللازم حتى يحصل الجسم على تلك السرعة وهذه من التعريف تسمى الطاقة الحركية هذه هي الطاقة الحركية ومرة أخرى التعريف الذي حصلنا عليه من الويكيبيديا يعطي الطاقة من الحركة والشغل الذي يسارع الجسم من حالة السكون إلى السرعة النهائية وأنا في الواقع تعديت أزماً اللازم وإن الذي سوف أفعله أن أتركك مع هذه الصيغة والتي هي الطاقة الحركية وتساوي الكتلة ضرب مربع السرعة على 2 إنها صيغة مشهورة وسوف أتركك مع تلك الصيغة وهي إحدى صيغ الطاقة وسوف أتركك مع هذه الفكرة وفي الفيديو التالي سوف أجد صيغة أخرى للطاقة وبعدها سوف أدخل إلى قانون حفظ الطاقة وهذا الشيء أصبح مهماً لأنك تستطيع أن ترى عدة تحولات للطاقة لنجد ماذا سيحدث للجسم أراكم قريباً إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر